بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبرى المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الثالث نتعلم فيه عملية خاصة بالمصفوفات وهي إيجاد مدور المصفوف إذا كان الجمع والطرح وضرب درسناه فيما سبق بالنسبة للأعداد فهذه العملية تخص المصفوفات فقط وهي إيجاد مدور المصفوفة أو Transpose of a Matrix فإذا كان علينا المصفوفة الموجودة على اليسار A ذات الأبعاد M في N فإن المصفوفة AT يمكن الحصول عليها AT A Transpose أو مدور المصفوفة A يمكن الحصول عليها بتحويل صفوف المصفوفة A إلى أعمدة في المصفوفة B ويكون أبعاد هذه المصفوفة الجديدة AT هو N في M بمعنى أن إذا كانت المصفوفة الأولى من أبعاد 2 في 3 تكون AT من أبعاد 3 في 2 فعلى سبيل المثال المصفوفة A مصفوفة عمود 1 يعني أبعادها 2 في 1 صفين في عمود 1 فـ A Transpose حولنا هذا العمود إلى صف 1 فأصبحت 1 في 2 المصفوفة B مصفوفة مربعة بالمثل المصفوفة B Transpose تكون مصفوفة مربعة ذات نفس الأبعاد فالمصفوفة المستطيلة تتغير أبعادها أما المصفوفة المربعة تكون نفس الأبعاد فنحول الصف الأول إلى عمود أول هنا والصف الثاني إلى عمود ثاني هنا وكذلك نفعل بالنسبة للصف الثالث يتحول إلى عمود ثالث في المصفوفة B Transpose المثال الأخير المصفوفة D زات أبعاد 3 في 2 فتكون D Transpose 2 في 3 نحول الصف الأول 0-1 إلى عمود أول 0-1 ثم نحول الصف الثاني 2-4 إلى عمود الثاني 2-4 وكذلك الصف الثالث 1 سالب 1 إلى العمود الثالث 1 سالب 1 ماذا عن المصفوفة المربعة؟ هناك طريقة للحصول على مدور المصفوفة سريعاً وهذا خاص فقط بالنسبة المصفوفة المربعة وهو بأن نخبئ عناصر القطر الرئيسي ونبدل العناصر الموجودة حوله بمعنى أن نبدل سالب 2 مكان الثلاثة وأربعة مكان سالب 5 وصفر مكان ثمانية فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا المصفوفة كالآتي هي طبعاً مصفوفة مربعة فإن بي ترانسبوز ستكون على النحو التالي نكتب القطر الرئيسي كما هو ونبدل العناصر سفر مكان الواحد يأتي سفر فوق وسالب 1 تحت نبدل الاثنين مكان الواحد يأتي واحد فوق واثنين تحت ونبدل سفر مكان الخمسة سفر وخمسة